زواج عثمان من أم كلثوم رضي الله عنهما في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بعدما توفيت أختها رقية ولم يرزق منها الولد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنها في شعبان من السنة الثالثة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكانت زوجة لخنيس ابن حذافة رضي الله عنه الذي توفي عنها زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في رمضان من السنة الثالثة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينبا بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها ولم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله عنها